بقولك ايه يا سامدة ما فيه هلعب مع بعض شوية انا متضايقة جدا ان احنا ما بقيناش نلعب زي الاول انت عالا خلصت امتحانات وخدت الاجازة تعالا نلعب شوية بقى عشان خاطري لا يا بومبا سكوتي انا مش عايز الالعب دلوقتي انا متضايق وسيبيني في حالي انا اصلا زعلان ومش عايز اتكلم وسيبيني في حالي وما تقولي ليش هلعب معاكي انا مسدقت خلصت امتحانات سيبيني قاعد كده الوحدي طب قولي يا سامدة فيه ايه بس ايه اللي مضايقك قولي فيه ايه واحنا نشوف المشكلة فين ونحلها مع بعض ده انا اختك الصغيرة مش بحب اشوفك مضايق ولو انا زعلتك في حاجة انا هصالحك دلوقتي ولو انت عايز حاجة من ماما انا هروح اقولها اتجيبها لك على طول عشان انا مش عايزك تزهر يا سامدة يا سلامي يا ستي بومبا يعني هتصلحيني وتقولي لماما تخليها تصلحني طيب ما علينا بصي بقى يا ستي بومبا انا قبل ما خلص اللي امتحنت ماما وعدتني قالتلي يا سيمبة لو جبت درجات كويسة في اللي امتحنت هجبلك قوضة لي جديدة وانا القوضة بتاعتي بيقيت وحشة جبا زي ما انت ما شايفها هي ومش حلوة خالص وانا خلصت اللي امتحنت وكمان نجحت وماما نسيت وانا مش عارف اقولها ازاي وقاعد زعلان ومتدايق وزبيني بقى بس كده يا سيمبة هو ده الموضوع اللي مضيقك خلاص انا هقول لي ماما وماما بتحبك جدا يا سيمبة هي اكيد نسيت لان هي مش فكرة هي لو فكرة هتجبلك اللي هي وعدتك بي خلاص ما تزعلش بس انا هروح اقول لي ماما وتلعب معايا ماشي خلاص يا ستي اتفقنا روح انت بس اقول لماما يا بومبا عن ان هي وعدتني وما نفرزتش وعدها وانا هلعب معاك ماما يا ماما انا عايزة اقولك على حاجة بس يا ماما سيمبة دلوقتي اعزة لنا وميتضيق جدا وكمان يا ماما مش راضي يلعب معايا انا بقول له نلعب مع بعض شان هو اخذ الاجازة ومش راضي يا ماما يلعب معايا سألته متضيق من اي يا سيمبة قال يا ماما ان حضرتك وعدتي ان كنت جديد قوضة جديدة شان القوضة بتقدمها جدا ومش عاجبة وهو خلاص الامتحانات والنتيجة تلعب وانت يا ماما لسه ما جبت لهوش حاجة انا قلت له ان انت نسيتي مش انت نسيتي برضو يا ماما وهتجيب هالو ولا انت زعلنا منه لا صدقي يا بومبا انت معاك حق كويس ان هو قالك ان انا كنت وعدته فعلا ده من قبل ما يلمحانات تبتدي بس انا مش عارفة مال اليومين دول بيتبانسل حاجات كتير كده ليه بس يلا تعال يلا بينا يا سيمبة نروح دلوقتي حالا نجيب القوضة ايه ده ايه ده بجد يا ماما انت بتتكلمي بجد يعني هو فعلا انت كنت ناسية يا ماما ياه انا مبسوط جدا جدا شكرا لك يا بومبا ان انت جيت وقلت الماما طب يلا يلا يا ماما بسرعة قبل المحلات ما تقفل طب وانا كمان يا ماما ممكن تجبيلي قوضة جديدة زي سيمبة عشان خاطر يا ماما ربنا يخليك يا ماما انا نفسي في قوضة جديدة يا ماما طيب خلاص ماشي يا بومبا بس بشرط انا لو لقيت القوض اسعارها غالية جدا ممكن ما اقدرش اجيبلك يعني على حسب الميزانية اللي معي اتفقنا يبقى هاجيب قوضة نوم جديدة عشان خاطر سيمبة انا وعدته ولو لقينا الاسعار كويسة يا بومبا هاجيبلك من غير زعل يلا بينا مسائل فيك لو سمحت حضرتك احنا عايزين نشتري سرائر بتاعة اطفال ورينا كده الاشكال اللي عندك ايوه طبعا عندي اشكال سرائر جديدة هايلة جدا وكلها على احدى سمودة هفرقكم عليها فيه حاجة زي كده وفيه زي كده وفيه كمان اشكال كده انهي شكل عجبكم من دول تحبوا تاخدوه هيا سيمبة ايه رأيك انتا و بومبا فيه سرائر من دول عجبتكم ولا نشوف مكان تاني؟ بصراحة يا ماما هو انا مش عارف يعني هو فيهم اشكال حلوة بس انا عايز حاجة يعني انا ممكن اجيب السرائر بتاع سبايدر مان عشان انا بحب سبايدر مان وكان نفس تبقى والقودة بتاعتي كلها قودة سبايدر مان هم حلوين يا ماما بس ايه ده سيمبة هيجيب قودة سبايدر مان واو طب خلاص يا ماما عشان خطري وانا كمان عايزة اجيب قودة السا انا بحب السا جدا يا ماما انا هجيب السا عشان السا بتاعتي البنات واو ده هتبقى قودة جميلة جدا طيب لو سمحت عندك الطلبات اللي الاولاد طلبوها يعني سيمبة عايزة قودة تكون بتاعتي سبايدر مان وبومبة عايزة السا هل الحاجات دي موجودة عندك ياريت تجيبها لنا ايوه طبعا يا فانديم اتفضلي دي الاشكال السرير بتاعتي سبايدر مان والسا لو عجبوكم خلاص اتفضلوهم هاي يا سيمبة لو في حاجة عجبتك قول وناخده على طول وانتي كمان يا بومبة انا شايفة بصراحة ان السرير دي جميلة جدا انتو ايه راييكم يها اولاد اي يا ماما دي السرير بتاع اليسا د ده جدا جدا انا عجبني جدا فعلا يا ماما عندك حق السرير ده شكله جدا جدا وكمان ده جديد الشخاص ده جديد جدا يا مام انا خلاص انا هجيب السرير بتاع سبايدر مان بس يا رب الاقي كمان دولاب سبايدر مان. طب خلاص احنا هناخد السريرين دول. كده الحساب كامل لو سمحت. كده انتخذت سريرين كل سرير بالفين جنيه. كده حساب حضرتك يا فانتم اربعة تلاف جنيه. تمام. اتفضل الفلوس اهي. شكرا. لو سمحت. في موجودة عندك دواليب اطفال. يعني عايزة تفرج على الاشكال الموجودة عندك. ايوة طبعا انا عندي كل اشكال الدواليب. وكمان في دواليب عليها عرض حلو جدا جدا. دولاب ومعه كرسي هداية. الله يا ماما. حلوة او العرض ده. يا سلام. يعني الدولاب هاي ادونا معه كرسي هداية يا ماما. عشان خاطر يا ماما هتريني العرض بتاع الدولاب والكرسي الهداية. انا عايزة شوف شكله ايه. حاضر يا سنبا لما اني شوفه الاول يمكن ما يعجبناش. طيب لو سمحت عايزين نشوف الدولاب اللي هو معه كرسي هداية ده. تفضل يا فاندم. دولاب ايلسا وكرسي ايلسا. ودلاب سبايدر مان وكرسي سبايدر مان. الله يا ماما. الدولاب والكرسي بتاع ايلسا شكلهم حلو جدا. وكمان يا ماما مع السرير بتاع ايلسا اللي انت جبتهولي هيبقى شكلهم جميل جدا جدا مع بعض يا ماما. عشان خاطر يا ماما انا عايزة الدولاب والكرسي دول يا ماما. انا كمان يا ماما عجبوني جدا جدا والالوان بتاعتهم حلوة وسبايدر مان كمان. طيب خلاص احنا هناخد الدولاب والسرير بتاع سبايدر مان وهناخد الدولاب والكرسي بتاع ايلسا كمان. كده الحساب كام لو سمحت. حضرتك كده الحساب بتاعك ست تلاف جنيه. الدولاب والكرسي بتالت تلاف جنيه. وحضرتك خطي عرضين. كده ست تلاف جنيه. ياه ست تلاف جنيه. دي غالية شوية. بس خلاص مفيش مشكلة. انا هاخدها عشان انا وعدتهم. اتفضل الفلوس. هيا يا سنبا انت وبومبا. احنا كده خلصنا وجبنا القودة كلها. احنا اشترينا السرير والدولاب والكرسي كمان. خلاص كده بقى يلا نروح البيت. لا يا ماما. انت كده انسيتي اهم حاجة يا ماما. طب هي القودة كان معاها كورسي. انا محتاج مكتب يا ماما عشان لما اجي اذاكر عليه. لو سمحت يا ماما عاتيني مكتب. ايوة صح يا عيال انا كنت ازاي هنسى المكتب. ده اهم حاجة. وانت كمان يا بومبا. لازم اجيب لك مكتب لان انت السنة الجاية هتروح للمدرسة خلاص. يلا بينا نشوف المكتب. لو سمحتي. عندك مكاتب اطفال? احنا محتاجين نشتري مكتبين. ايوة طبعا عندي احلى مكاتب اطفال. هفرقكم عليها حيالا. هي دي كل الاشكال اللي موجودة عندي. انا هياخد يا ماما المكتب بتاع ايلسة اللي لونه ازرق. عشان الاودة بتاعتي لونها ازرق اصلا. وانا يا ماما هياخد المكتب بتاع سبايدر مين طبعا. عشان تبقى الاودة كلها جميلة زي بعضها. طيب طيب خلاص. لو سمحتي كده هما العيال اختاروا المكتب بتاع ايلسة الازرق وسبايدر مين. كده الحساب كامل لو سمحتي. الله زقم حلوة جدد. كده حضرتك الحساب الف جنيه لان المكتب بخمسمة جنيه بس. تمام تمام. اتفضلي الالف جنيه اهي. شكرا مع السلامة. كده يا ماما احنا خلصنا كل اللي احنا عايزين نشتري. يلا بينا بقى نروح لبيت عشان نقضي على الحاجات الجديدة الجميلة دي. لا يا سنبا مش هنروح دلوقتي. هو خلاص عشان انت جبت الاودة اللي نفسك فيها عايزنا نروح. انا اصلا كنت عاملة مفاجأة لاختك بومبا. لان هي صغيرة وهتدخل للمدرسة اول سنة السنة اللي جاية. هشتري لكم بلاي ستيشن تلعبوا بي انتو اللي اتنين مع بعض خلال الاجازة. اول ما هتيجي المدرسة يا سنبا هشيل البلاي ستيشن. في الاجازة هتلعب بيه انت واختك واصحابكم كمان. يلا بينا نجيب البلاي ستيشن وبعد كده نروح البيت على طول. ايه ده يا ماما? بجد هتأميني مفاجأة عشاني انا يا ماما هتجيبيلي بلاي ستيشن وهلعب انا واصحابي. يا السلام انا مبسوطة جدا جدا يا ماما. انا نفسي اروح للمدرسة انا حبتها قوي عشان خليتك تجيبيلي بلاي ستيشن. يا سلام دي حاجة جميلة. يا يا ماما معقول هتجيبيلي بلاي ستيشن. دي مفاجأة جميلة جدا. طيب يلا بينا بسرعة قبل المحل بتاع البلاي ستيشن ما يقفل عشان نجيبي البلاي ستيشن ونجري على البيت عشان نلعب ونتبسط بالشيء اللي جيبناها. يلا بسرعة بقى عشان نلحق المحل. لو سمحت عندك بلاي ستيشن ينفع يلعبه عليه. هم اني الاثنين عشان عندهم اجازة من المزلسة الايام دي. ايوة طبعا عندي بلاي ستيشن جميل جدا. احدثت حاجة نازلة في السوق. هجيبه لك حالا. البلاي ستيشن النوع ده جميل جدا وينفع يلعبه عليه. هما الاثنين وفيه علعاب كتيرة جدا جدا وهيعجبكم اكيد. ده ب1000 جنيه. هيا سيمبا عجبكم البلاي ستيشن ده خلاص نجيبه. اه يا ماما ده حلو جدا جدا. انا كان نفسي يكون عندي بلاي ستيشن من زمان. اه يا ماما ده حلو قوي قوي. وانا و سيمبا هنلعب. ده بيقولوا فيه علعاب كتيرة جدا 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 يا ماما. احنا هنتبسط جدا وكمان اصحابنا هيلعبوا معنا. هاتيه يلا يا ماما بسرعة. خلاص خلاص تمام كده احنا هناخد البلاي ستيشن ده. اتفاض بقى للالف جنيه اهيه. يلا بقى يا سيمبا عالبيت نلعب بالبلاي ستيشن ونتبسط وتلعب مع اختك.